قابرتها والجواز بغري لماذا؟ لماذا؟ المرأة بحاجر الزلمة ليس صحيح ليس صحيح المرأة بحاجر الزلمة لماذا بحاجر الزلمة؟ لأنه الزلم يوقف حدها بيحميها الولد لمرته والبنة للجوزة المرأة بحاجر رجل شريك ليس رجل كرميل يكملها هو الشريك حياتها وفي نفس الوقت كمان تم معاها يعني تم هي و هي شركة بقبضوا عمرهم كلهم لحقت تحب الرجال بعد ما قبرت جوزك قلت قلت دفنت جوزك لحقت المرأة تعيش الحزن أنا عندي الحياة ما بتوقف عند حدا أبدا أنا توفى جوزي ابني خواتي أمي متوفين كلهم الحياة ما وقفت عندهم خلص قررت أني تجوز وعيش حياتي وحباك وأصغر مني بـ 22 سنة جوزي أصغر مني بـ 22 سنة ولي أخطه 22 عيشني الحياة اللي ما عشت عند أبو أولادي قديش عمرك؟ 55 وجوزك قديش عمره؟ 24 24 سنة وإنت عمرك اليوم؟ 55 55 55 أمري وجوزك عمره؟ 24 24 24 سنة يعني فرق 30 سنة 30 سنة أصغر من بنتك؟ يعني سوا أد ولد من أولادي أنا جايبة 20 ولد أدى جايبة؟ 20 جايبة شو؟ 20 20 ولد؟ 5 سواقم يعني كنت مرة أجيب واحد مرة ثلاث بس مش منه 20 من اللي قبرته 20 ولد؟ ليش 20 ولد؟ هيك عنا يعني في سوريا بيحبوا يتابع العيل يجيبوا لها بس أنت ليش فهميني قبل ما أحكي عن الفرق ليش مرأة اليوم بدأ تجيب تعمل عائلة فيها 20 ولد؟ لأنه عندنا هيك المستمع هيك عندنا يعني لأ عمي وحيد بده يكتر العائلة يعني كبر العائلة لأنه ممنوع أنك أنت تعوقي أو شيء لازم تجيبي أولاده ونكبر العائلة طيب ولد اثنين ثلاثة أربعة ما بيش بعوا أولاده دول بده أنوا أولاد كتير بس قادرين يا ربو هالولاد الكتير؟ الحمد لله يعني هلأ ليك أكيد الوضع أنتو فترة حرب في فترة حرب فترة العالم عم تتهجر العالم عم تنتبه أكتر على المصاريف ما فيه مصاريف فيه مشاكل اجتماعية مشاكل صحية كوارث اللاجئين عم بيعشوها على أي أساس اليوم بتقرر يجيبي عشرين ولد؟ لا لا بها الوضع هذا أكيد ما هيقرر بالزمان كان ما فيه شيء أجبته أنا ربيت أخر شيء بالحرب كان آخر ثوأم كان عمره سنتين ونصف لماذا تجبت أولاد فوق الـ 18؟ لماذا؟ والله هذا يجيب الغلط ماذا بالغلط؟ يعني سبحان الله ما أدريت إلا حامل ويجيب الثوأم بس فيه أسليب منح حمل ما أخرت بحياتي لماذا؟ كان محرم علي أني أخذ وما بكثير يعني بين تخدم منح حمل أو كيف تكون عائلة كبيرة؟ ما فهمت؟ لا لا أظن هني بدان أولاد وإنه ما بده إني مثلا أخذ منح حمل أو شيء قال ممنوع هيداش مين قال لك ممنوع؟ جوزي وعمي واعتبروك أنت مكنة لا تجيب أولاد؟ أنا كنت أصغر واحدة بالعائلة لأنني لما اتزوجتك أنا من 13 سنة وجوزك للجيد أصغر من أولادك؟ أنا أعمل لك جوزي أصغر من أولادي جوزي أحبت أطفل صغير وأخذته يعني وعيشني الحياة اللي ما عاشتها بصراحة كيف تعرفت عليه؟ أنت المرأة كنتي أرملة بحالة حداد لابسة أسود على زوجي؟ اللهي مل بستسود مل بستسود مل بستسود حتى ممكن أن تتجب مل بستسود لماذا؟ من شو تحررت لما ميت جوزي؟ من شو تحررت من شور تحتي؟ أنا ما كنت إني مأسورة أو شيء لا لكن مرأة يعني بعد ما ميت جوزها دغري تجوزيت وما لبسيت أسود يعني كان مرأة منا مبسوطة بحياتها مع هذا الرجل عاشت معه 35 سنة وحياتي يعني أنه عادة كاميرا وجود بس لما نحبيت هيدا عيشني قلت لو أخدته هيدا من زمان اللي أخدته أصغر من أولادي عيشني العيشة اللي ما عشت عند أبو أولادي قبل ما تكملوا شتركوا هلا بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس طيب كيف تعرفت عليه لهذا الرجل؟ شفته صفته وما كنت بالأول يعني أنه طلع هيك قالت الزواجيني يعني هو سبحان الله هو اللي يبلش أول قلت أنا حل عني ولو ما بدي تجوز ليش قلت حل عني؟ فكرت عمي تحكي علي لأني أنا قد أمي يعني مثلا أعرف كيف؟ قال له أنا لأ تم سنة يروح ويجي لعنة سنة شو يعمل؟ يجي مثلا إلي يعني ما وفقتي ما بدك تتجوزي مثلا هيك أنا أقول لا بالأول يعني حتى عندي بالعليل يقولوا لي والله بأين يعني شاريكي ليس أنه يضحق عليك أو شيء وافي يعني المجتمع عندي بالبيت صار وهم يقنعوني بعدها أقول لأي الله بتجوز وتجوزته والثيارات اللي تجوزته من زمان صراحة من أي مرحلة بلشت تحبي هذا الرجل؟ من شيء تجوزته ودري أعطاني الحلمي وكل شيء شو اللي كنت فائتي وقلتي عن هذا الرجل؟ أول شيء أنا من طبعي بحب يعني أنا بحب بحب الحياة بحب طلع الفوت يعني عيش بحب عيش هذاك لا هذا عنده هذا مين؟ اللي قده لازي أصغر مني عنده يعني لاته هو نفس طبعي يعني منحب نطلع نغني نرقص يعني يعني حياة يعني يعني أنا ما حسستني أني أنا عمري هالقات صراحة ولا بحس ولا حد الساعة ما بحس أبداً أبداً ولا حسستني أني أنا عمري خمسين سنة خمسة وخمسين سنة ليش هو يختار امرأة كبيرة بالعمر؟ أنت بالنسبة لك كان بدك حياة كان بدك حدا يعيشك اللي ما عشتي مع زوجك هو ليش اختار امرأة كبيرة بالعمر أكبر منه بثلاثين سنة؟ شو كان بده تحديداً من هذه المرأة؟ بابا هيدا هو يعني هلا يعني بعضه وقت حتى يعني حتى عندي ولد من الولاد إلي يعني غريب أنه يعني معقول لحبك كل هالحب يعني هلا بتزيك بنت مثلاً عشرين سنة أو خمسة عشر سنة ولد تبقى يعني ما عنده خبرة بشي بالمرة يعني أما مثل واحدة من الزوجة وعنده أولاد وعايش حياته ومثل ما بقوله أكيد كرمال هيك يعني عن أي خبرة عم تحكي الرجل بيفتش عن أي خبرة خبرة بالحياة تراكمات الخبرة بالحياة كل شيء أول شي الرجل بفكر بالعلاقة بالعلاقة خبرة بالعلاقة هيدا أول شيء أي وخبرات الحياة التانية والله هي الخبرة التانية كنا عايشينا يعني هيك كيف دي لك يعني عايشينا يعني ما مفكروا ببكرة صراحة شو حبيتي فيها الولد انت؟ زلمة زلمة عن جد يعني أنا عم بحكيك جد حصة زلمة وكل معنى كلمة يعني كل شيء بنحب يعني هاي شو اللقتي عن هذا الرجل ما اللقتي عن الرجال التانية؟ هيدا الرجل لقيته عنده حني أوش أوكي شو عطاكي؟ كل شيء عطاني يعني؟ كل شيء كان يعني كل شيء يعني إذا مجرد شوفني مدمعيني عيوني بالجال عن جد كفر فشت وصغرت يعني حسيت حالي خلا أنا بنقول جديد بصراحة يعني يعني حسيت حالي أني أنا هلأ اتزوجت لأول مرة بصراحة لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب